الحشاشين الحشاشين بقى خلاص كده يعني دي بقى مرحلتي لازم اتكلم عن الحشاشين زي ما قلتلكم المسلسل ده يا جماعة تعالوا بقى ايه واحدة واحدة المسلسل ده متنفذ بشكل حلو ودقيق ورائع الى ابعد حد ممكن اكاد اجزم انه ده اقوى تنفيذ شفته في حياتي في مسلسلات ناطقة باللغة العربية ناطقة حتى المسلسلات التوركي يعني باعتبار ان احنا بنشوف التوركي مدبلج فهاعتبرها مسلسل ناطق بالعربية واللي اتراك اصحابنا برضو انا ما شفتش تنفيذ كده في عمري يعني في عمري اهو تسعة واربعين سنة انا فعلا ما شفتش تنفيذ بهذا الشكل بيتر ميمي انت لازم تاخد كاس العالم احسن مسلسل يعني لازم في حاجة كده جايزة احسن مخرج مسلسل في العالم بيتر ميمي كاس العالم جدا 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 طيب الصديق العزيز جدا عبدالرحيم كمال هتبقى شهدتي مجروح بس تسلم ايديك لانه السيناريو مشوق مش بس بقى المسألة ان احنا كاتبين خلي بالك انه في ناس يقولك واصل الحشاشين وحسن الصباح والموت وصمرقند وكتاب الحشاشين كل لسه بنتناقش انا ويونس برضو انا ويونس في عندنا اكتر من رواية واكتر من طرح وشخصية جدلية الى ابعد الحدود وقد يشكك البعض حتى في مسألة وجودها يعني هو بجد كان في حد اسمه حسن صباح ولا ما كانش يعني الجدل واصل على الشخصية للدرجة دي فلما تيجي تنفذ المسلسل وفلان بقى عاوز يحط المقارنة يا جماعة كل واحد بينتج برؤيته وبطريقته وباللي هو شايفه ويكتب بالطريقة اللي هو شايفها ويخرج بالطريقة اللي هو شايفه وده مش معناه ان فلان احسن من فلان وعلان احسن من علان مسألة ما بتجيش كده على الاطلاق يعني باعتبار ان انا من الناس المتيامة على سبيل مسألة بالادب الانجليزي وتحديدا ويليم شيكسبير انا شفت مصرحية مكبث عشر مرات لعشر مخرجين بالتأكيد بعشر ممثلين مختلفين وشفت كمان تجليات مكبث يعني تجليات مكبث وهو حديث ومكبث بشكل كلاسيكي يعني وهكذا من ضمن الحاجات الاخيرة اللي انا عايز اقولها على مسلسل الحشاشين وان كنت اعلم ان هو ملوش شافية بس دي الحقيقة احمد عيد مية مية احمد عيد مهول انا شهادتي في الشخصيات التلاتة سواء اذا كان حسن الصباح نظام الملك عمر الخيام انا قلتها لكن احمد عيد وقدرات تمثيلية فائقة فائقة احمد عيد احمد عيد خدنا زمان في حتة الكوميديا احمد عيد ممثل فائق فائق وبصراحة يجنن لي فيا ملوش فيا انا راجل موضوعي في هذه الامور بالمناسبة او انا بحبه حتى او انا عارف ان هو ملوش فيا وهو لو شافني في هوم الايام وقال لي انت ليه قلت ملوش فيها بقى فكره ساعتها بس مش مهمة مش مباب العتب او اللوم احمد عيد احمد عيد